هذا وقالت مصادر سياسية إن وفد ميليشي الحوثي وممثل جناحز بالرئيس المخلوع في المؤتمر الشعبي العام غادرت صنعا بعد تلكء من المشاركة في اللقاء ويتوقع بأن تشهد الساعات القادمة تحولات سياسية متوازية لمصارات الأحداث الجارية في البلاد تشهد الساعات القادمة بشأن الأزمة اليمنية معركة لكنها من نوع آخر هذا ما ينبئ عنه مؤتمر جنيف إذ يواصل سياسيا إثارة اللغط الواسع بتذرع المتمردين الحوثيين والمخلوع الصالح بذرائع عدة قد لا تكون آخرها رغبتهم بالحوار مع أحزاب فاعلة على الأرض أو تلك التي سبقتها صيغة الدعوة إلى الحوار عودة الطائرة الأممية التي كان من المتوقع أن تقل ممثلين عن الرئيس المخلوع وحلفائه من مطار صنعا خالية الوفاض عمقت فكرة مجردة وهي انزلاق قدم هذه الأطراف الإجرامية بقشرة موز إلى هاوية الحرب لا يمكن أن تعود لا يوجد للسياسة خانة في دولابها قيادي في حزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس المخلوع ياسر العواضي المحاعز مع حزبه المشاركة في مشاورات جنيف وعبر تويتر قال ستنعقد مشاورات جنيف في موعدها وبحضور الجميع فالمشاورات التي أرجعت أكثر من مرة أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في بيان له أنها مشاورات شاملة أو ولية وستبدأ بين جميع المكونات السياسية في موعدها المحدد خصوصا وأن وفد الحكومة اليمنية وصل في وقت سابق للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تأتي هذه التطورات وسط استمرار قصف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أحياء سكنية في تعز وعدا بينما يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته ضد معاقلة ومواقع عسكرية للميليشيا كل ذلك ولا يزال منسوب الأمل لدى الشارع اليمني منعدما بمغادرة حالة الحرب الطاحنة وغياب مؤشرات نجاح جنيف